بديعة ما صبني، بديعة ما صبني كمان كانت يعني محطة مهمة في حياة إسماعيل ياسين وفي سيرت والدرامية طبعاً، بديعة كانت محطة مهمة في زي ما قلت في حيات كل نجوم التلاتينات والأربعينات والخمسينات كانت محبة جداً للفنون وكان زكية جداً وبتقدر تفرز كويس قوي اللي ممكن يبقى فنان ويجي منه واللي هو ما فيش منه ورجى فكانت فعلاً كان بيها نظرة يعني جداً جداً وكان بسعادة طبعاً في دوة نجيب الرحاني يعني في الفترة فترة زواجهم الأولى فكانوا قريبين من بعض وهي حتى كان بتشتغل معاه لكن الكازن وبديعة كان مفتوح لأي حد سواء مطرب سواء راقصة يعني غنى فيه عبدالوهاب غنى فيه فريد الأطرش أسماهان وبعد كلا الشكوك وإسماعيل ياسين تحية كاريوكا سمية جمال كل الأجيال دي خرجت من كازن وبديعة وقدرت أن هي فعلاً تضيف للفن المصري الكثير جداً من خلال هذه الشخصيات الفنية التي حفرت اسمها في تاريخ الفن المصري ترجمة نانسي قنقر